أعزائي أصدقاء بيك فورما تيفي العربية نحتفل اليوم معا بمصدر هائل من الفخر الوطني التفوق الأكاديمي لطلابنا المغاربة من خلال نجاحهم الباهر في المدارس الهندسية الفرنسية المرموقة يظهرون ليس فقط مواهبهم الاستثنائية بل أيضا جودة نظامنا التعليمي استعدوا للإلهام من إنجازاتهم الأكاديمية الرائعة واكتشفوا الأسرار وراء نجاحهم الباهر دعونا نغوص معا في قصة هؤلاء العباقرة الشباب الذين يرفعون علم المغرب عاليا ويجعلون أمتنا تتألق على الساحة الدولية يتألق الطلاب المغاربة بشكل لافت في مسابقات أفضل المدارس الهندسية الفرنسية لا سيما في مدرسة البوليتكنيك وسنترالي سوبيليك هذا النجاح الباهر هو نتيجة لمواهبهم الهائلة عملهم الجاد وتميزهم في الرياضيات والعلوم على سبيل المثال في عام الفين وثلاثة وعشرين ترك المغاربة بصمتهم في مسابقة القبول في مدرسة البوليتكنيك في باريس من بين ستين طالبا أجنبيا من مسار الأقسام التحضيرية الكبرى سي بي جي اي كان واحد وأربعون مغربيا ونجحوا في هذا الاختبار المرموق بامتياز ليس هذا فقط ففي عام الفين وواحد وعشرين انضم أحد عشر طالبا من مؤسسة قرب مراكش إلى مدرسة البوليتكنيك المصنفة الأولى بين أفضل المدارس الهندسية حسب صحيفة لفيجارو هذه النجاحات توضح قدرة الطلاب المغاربة على الوصول إلى القمة حتى في البيئات التنافسية العالية يؤكد تقرير الفين واربعة وعشرين الصادر عن كيمبوس فرانس حول التنقل الطلابي هذا الاتجاه حيث يكشف أن المغاربة يشكلون أكبر جالية طلابية في فرنسا متجاوزين الجزائر والصين بعنوان الأرقام الرئيسية للتنقل الطلابي يوضح التقرير أن فرنسا استقبلت أربعمائة واثني عشر ألف وثمانمائة وسبعة وثمانين طالبا خلال العام الدراسي الفين واثنين وعشرين الفين وثلاثة وعشرين منهم خمسة وأربعون ألف ومائة وستة وعشرون مغربيا هذه الأرقام تؤكد مرة أخرى جاذبية فرنسا للطلاب المغاربة الباحثين عن التمييز الأكاديمي تجذب فرنسا بمدارسها الهندسية المرموقة بشكل خاص الطلاب المغاربة في هذا المجال في الواقع كان هناك ستة آلاف ومائة وعشرة طلاب مغاربة مسجلين في المدارس الهندسية الفرنسية خلال العام الدراسي المذكور مما يجعل المغرب البلد الرئيسي للطلاب الأجانب في هذه المؤسسات لماذا يتفوق الطلاب المغاربة في الرياضيات والعلوم؟ عدة عوامل تفسر تفوق الطلاب المغاربة في الرياضيات والعلوم نظام تعليمي صارم يتميز المغرب بنظام تعليمي يركز على المواد العلمية منذ المرحلة الابتدائية يتم تقديم الرياضيات والعلوم للطلاب في سن مبكرة مما يعزز تطورهم في هذه المجالات ويمنحهم قاعدة قوية لمواصلة مسيرتهم الأكاديمية الأقسام التحضيرية العلمية CPGE يضم المغرب العديد من الأقسام التحضيرية العلمية التي تعد الطلاب لمسابقات القبول في المدارس الهندسية الفرنسية الكبرى توفر هذه الأقسام تعليما مكثفا في الرياضيات والفيزياء والكيمياء مما يمكن الطلاب من اكتساب قاعدة علمية قوية وتطوير مهارات تحليلية وتقنية عالية المستوى ثقافة التفوق الأكاديمي تقدر المجتمع المغربي التفوق الأكاديمي بشكل كبير تلعب العائلات دورا حاسما في تشجيع أبنائها على التفوق في دراستهم خاصة في المجالات العلمية هذه الثقافة الداعمة تحفز الطلاب على السعي لتحقيق الأفضل دافع شخصي وإصرار لا يتزعزع يتميز الطلاب المغاربة غالبا بدوافع قوية ويعملون بلا كلل لتحقيق أهدافهم الأكاديمية هذا الإصرار والإحساس بالواجب يمثلان مميزات رئيسية تدفعهم للنجاح والتفوق خاصة في مسابقات تتطلب قدرا كبيرا من الجهد مثل تلك الخاصة بالمدارس الفرنسية الكبرى بدمج هذه العوامل ينجح الطلاب المغاربة في التفوق في الرياضيات والتألق بشكل لافت في مسابقات القبول بالمدارس الهندسية الفرنسية نجاحهم هو مصدر فخر لأمتنا وشهادة على جودة نظامنا التعليمي سنواصل متابعة ودعم هذه المواهب الشابة التي ترفع علم المغرب عاليا في جميع أنحاء العالم دعونا نفخر بشبابنا بعملهم الجاد وسعيهم الدؤوب نحو التفوق معا نحتفل بنجاحاتهم ونشجعهم على مواصلة التألق على الساحة الدولية أعزاء أصدقاء بيكفورما تيفي العربية ونحن نختتم هذه الرحلة عبر إنجازات طلابنا المغاربة البارعين لا يمكننا إلا أن نشعر بالفخر والإعجاب هؤلاء الشباب العباقرة بتفانيهم وإصرارهم يجسدون قيم التفوق والصمود التي تميز أمتنا إن نجاحهم الباهر في أرقى المدارس الهندسية في فرنسا هو مصدر إلهام لنا جميعا وشهادة حية على جودة نظامنا التعليمي كل نجاح، كل شهادة، كل مسابقة يفوزون بها هي لبنة جديدة تضاف إلى بناء مستقبلنا المشترك هؤلاء الطلاب ليسوا فقط صفراء لمهارتنا الأكاديمية بل هم أيضا حملوا آمالنا وأحلامنا إنهم يظهرون للعالم أن المغرب الغني بتاريخه وثقافته هو أيضا أرض خصبة للمواهب العلمية والفكرية ولكن وراء نجاحاتهم الفردية تقف خلفهم مجتمع كامل وأمة بأسرها الدعم الذي لا يتزعزع من العائلات والتزام المعلمين والاستثمار المستمر من مؤسساتنا هي قوى تدفع طلابنا إلى التفوق يجب علينا أن نستمر في تقدير وتعزيز هذه الركائز الأساسية لأننا معا سنبني مستقبلا مشرقا إلى طلابنا الأعزاء نريد أن نقول شكرا شكرا لرفع رايتنا عاليا وجعلنا نفتخر استمروا في الحلم الكبير والهدف نحو النجوم والعمل بشغف وتصميم أنتم معماري الغد ونحن نؤمن بقدرتكم على تشكيل عالم أفضل إلى الآباء والمعلمين وكل من يلعب دورا في تعليم شبابنا نقدم أيضا امتناننا إن تفانيكم ودعمكم غير المشروط هو الأساس الذي يقوم عليه كل نجاح دعونا نواصل العمل معا لنقدم لأطفالنا أفضل فرص النجاح وإلى المشاهدين والأصدقاء الأعزاء في بيكفورما تيبي العربية نشجعكم على متابعة ودعم هذه المواهب الشابة دعونا نشارك قصصهم نحتفل بانتصاراتهم ونلهم الآخرين للسير على خطاهم معا دعونا نجعل التفوق المغربي يتردد في جميع أنحاء العالم ابقوا على اتصال مع بيكفورما تيبي العربية للمزيد من المحتويات الملهمة والوطنية دعونا نواصل الاحتفال بتراثنا تاريخنا وأبطالنا الحديثين معا دعونا نجعل المغرب يتألق على الساحة العالمية شكرا لوفائكم وإلى لقاء قريب في مغامرات جديدة ومثيرة على بيكفورما تيبي العربية لتكون النجاح والفخر دائما مرافقين لأمتنا الجميلة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة